السلام عليكم اخوتي هاد الفيديو درتو على قبل اي واحد بغي يشري من الى اكسبرس وما عفش منين يبدأ غنوريكم اول حاجة احسن بنك تقدرو تشريو به بلا ما يتزادو عليكم مصاريف اخرى وكذلك غنوريكم كيفاش تشريو المنتوج اللي بغيتو باقل تمن ويصلكم حتى الببضاركم بلا ديوانة وبلا مصاريف اضافية تبعوا معي الفيديو من الول حتى الاخير وما تنسوش الاشتراك في القناة باش يوصلكم الجديد ديالنا انتم ملولين اذا على بركة الله من خلال التجربة المتواضعة ديال الشراء من موقع الى اكسبرس واللي بجيت فيه تقريبا من 2018 فرا احسن بنك تقدرو تخدمو به هو سياش بنك علاش حيث هاد الباقات اللي غنوريكم فابور وحتى الشراء بهم كيكون مجاني وما كيتقطع لكم حتى الشرياء الاضافي واول باق غنضرو عليه هو باق سيداتي هاد الباق خاص بجميع النساء كتمشوا الوكالة البنكية وكتطلبوا فتح حساب باق سيداتي وطلبوا معها البطاقة البنكية ديالكم من اللي كنتاخدو هاد البطاقة البنكية فرا هاد بطاقة دولية وتقدرو تشريو بها من المواقع الاجنبية ثم الباق التاني اللي هو باق كود ترونت خاص بجميع الاشخاص بان ابنات والادراري المهم يكون السين ديالهم اقل من 30 سنة باش يستبدو من حساب مجاني وبطاقة كذلك كود ترونت باش تقدرو تشريو من خارج المغرب ثم الباق التالت والاخير هو باق موظف خاص بجميع الموظفين ما عليك سوى تدي البطاقة الوطنية ديالك واثقة من الخدمة كتتأكد باللي فعلا انت موظف وغدي يفتحو لكم حساب مجاني كذلك ومعها بطاقة بنكية تقدرو تشريو بها من خارج المغرب ودبا ملي تاخدو هاد البطاقة ديالكم اهم حاجة خاصكم تديروها هو تاكتيفيو الدوتاسيون وهاد العملية كيقطعو عليها 44 درهم للسانة وهي باش كتولي البطاقة عندكم دولية وتقدرو تشريو بها من المواقع الاجنبية بحال اليكس برس امازون وباقي المواقع الاخرى وغنوريكم دبا طريقة كيفاش تفعلو الدوتاسيون اذا من بعد ما كنفتحو الوجهة ديال التطبيق ديالنا كتكون على هاد الشكل هذا وكنجيو لهنا للبطاقات مليك اندخل اليوم اول حاجة كتطلع اليها هي تجميد او إلغاء حضر البطاقة فهذا الخانة هي الخاصة بالبطاقة ديالنا في الحالة ديالي انا نفعلها وبالتالي سوف نستفد من جميع الميزات اللي كتبلكم في الاسفل بحال السحب والاداء بالبطاقة وكذلك الاداء عبر الانترنت وفي الحالة الى جمدت هاد البطاقة فما بقيش سيظهروا لي هاد الامتيازات الاخرى لان البطاقة اصلا كتسمى مبلوكية اذا انا في الحالة ديالي فراني مفعل البطاقة ثم اقدزوا الاداء عبر الانترنت وهو اللي كي همنا بزاف فبالنسبة لي انا بالمغرب وبخارج المغرب من ديزاكتيفيها فملي تكون عندكم هاد البطاقة السياش وكتكونوا كتخلصوا بها عبر الانترنت في المغرب او لخارج المغرب فراداروري كتكونوا مفعلينها فاش تساليوا العملية ديالكم فحاولوا ديزاكتيفيها وتباليكم بحلقة باللون الرمضي يعني ما نفعله علاش حيث لا قدر الله تحت لك هاد البطاقة وهزا شو واحد فرا يقدر يخدم بها ويمشو لك فلوسك علاش حيث البطاقة كيكون فيها الرقم وكيكون فيها مدة صلاحية وكذلك كيكون فيها رمز الحماية وبالتالي لا تحت لك ولقيا شي واحد او لا هزا لك شو واحد فرا الفلوس اللي عندك في البطاقة كتكون عرضها للخطر هاد شي علاش دائما كنديبلوكيها حتى كنبغي نقوم بشي خدمة تشيراء ولا شي عملية عاد كان اكتيفيها اذا اركز معي يا اخوتي هذه بالاخص خصاة تكون مديزة كتيرة وكما لاحظة اخوتي فرا كينين بزاف ديال ابناك الاخرى ولكن انا حاولت نختار هذا اللي كيباليه مناسب ومجاني لجميع الفئات واللي بغا بانك ادخلي معلكم سوى دخلوا لهذا القناة ديالي استفاهم عام سيروا القائمة تشغيل يعني بلايليس غتلقوا فيها الابناك دخلوا غتلقوا بزاف ديال ابناك اللي ديجا شرحتها تقدروا حتى انتم تستفدو منها خصوصا الناس اللي ديجا عندهم بانك في الشعبي مثلا او لا عندهم شي بانك اخرى ومبغلش يبدلوا البانكة ديالهم دبا الحساب البانكي فعلناه وجاهز للشراء من الى اكسبرس غنمشو دبا لبلاي ستور وغنكتبو الى اكسبرس غنانستاليو تطبيق واول حاجة غنديروها نفتحو حساب بمعلومات ديالنا الاسم النسب رقب الهاتف ضروري يكون صحيح والجميل كذلك حيث هو اللي غيبقى وجونا فيه الاشعارات دبا الخطوة المهمة هي ندخلوا العنوان ديالنا ويكون صحيح ونتأكدوا من ان الهاتف حتى هو صحيح حيث الليفرور ملي كيجيب لنا المنتوج ديالنا كي يتصل بكم باش يتأكد من العنوان وضرورة تكون المرة خدامة اذا دبا كل شي جاهز للشراء من الموقع اش غنديرو دبا غنوضح لكم واحد من نقطة مهمة وغنوضحها بعجالة فمؤخرا لمغرب فرض الديوانة على منتجات الى اكسبرس ولكن مشي جميع المنتجات مفروضة عليهم هاد ديوانة فرا كينين باقي منتجات اخرين بلا ديوانة خسكم قبل ما تشريوا اي منتج اتأكدوا باللي الباقي عكيد عم دي دي بي باش كوصلنا هاد المنتوج بلا مصاريف اضافية وباش نطمنكم غنوريكم جوج ديال الطرق ساهلين باش حتى انتم ما تقدروا تحرفوا هاد المنتوج واش دي دي بي يعني بلا ديوانة فرا كينا الخطوة الاولى اللي سهلة فرا عندنا مجموعات خاصة بالشراء من الى اكسبرس كنحطو فيها جميع المنتجات اللي كيكون فيهم الهوتا كيكون فيهم التخفيض وكذلك كيكونوا مجانيين كنحطوهم على مدار اليوم يعني 24 ساعة الى 24 وكنتنقشو كذلك باش كنحاولو نحلو المشاكل اللي كاترالينا وكننقشو بعض المواضيع الخاصة بالشراء من الى اكسبرس وهاد شي كامل راه مجاني احنا خوت عائلة فنضمو العائلة واختارو اي مجموعة بغيتو سواء في تيليغرام وواتساب فيسبوك وجميع عدد الراويبات ديال هاد المجموعات غنحطوهم لكم في الوصف ديال هاد الفيديو اما الحالة التانية مثلا ملقيتش المنتج اللي بغيتي في هاد المجموعات غنوريكم كذلك كيف هاش تقدروا تختاروا راسكم المنتجات اللي بلا دي وانا وتشريهم بلا حتى مشكلة اذا اول حاجة عندنا عروض تشويس هاد العروض وقت ما شتوهم عرفوا باللي المنتج غيوصلكم فابور بلا دي وانا يعني من اللي تبغي تشري متلا ساعة كتمشي للرشارش كتكتب ساعة وتدير متلا بحث غيطل عليك بزاف ديال الساعة انت ضروري خصك تختار تشويس اللي فيهم هاد العلامة حيث الشحن كيكون فيهم مجاني والاهم من هاد الشي كيكون بلا مصاريف يعني ما كتجيكش مع البوسطة كتجيك مع سبيضاف وهاد شركة سبيضاف ما كتخلص حتيش حاجة الى جابتولك دبا شرينا المنتج وبغينا نعرفوا شحال ديال الوقت باش غيوص لنا فغالبا المنتجات كي ياخدوا من 15 يوم حتى ال 25 يوم كحد اقصى غيوصوكم المنتج فيه وباش تتبعوا هاد المنتج منصين حتى المغريب وتعرفوا بالضبط فين واصل اول حاجة كنديروها كنتسنو الباقي عيش حلينا المنتج من اللي كي يحلينا المنتج كي يعطينا واحد رقم ديال التتبع اللي هو تراك نمبر هذا كنشدوه وكنمشيوه البلاي ستور كننستللو واحد تتباق اللي اسميتو كولي من اللي كننستللو هاد التتباق كندخلو له وكنحطو فيه هاد رقم التتبع وهنا غايب قي يطلع لنا في نوصل المنتج من اللي خارج من الصين حتى كيوصلنا الباب الدار اتمنى اخوتي نكون شرحت لكم هذا الموضوع بشكل بسيط واي مشكلة وجهته ولا شيء اشكالية ما فهمتوهاش اضعوا الفتاة العلاق الخاصة بهذا الفيديو غنجوبكم عليه واحد بواحد اذا اخوتي الى اعجبكم الفيديو ديرو جيم بارتاجه مع اصدقاء المهتمين بالمجال وما تنساوش الاشتراك في القناة بجدائما الفيديوهات اللي كنحطوه كيطلع لكم تملولين ورمضان مبارك كريم عليكم على جميع الامة الاسلامية